يعني الوضع شوية دلوقتي أصبح فيه نوع من الملل وده بالرغم من الصفقات اللي كانت يمكن مش الموسم الماضي اللي قابلي لما كنا نتكلم ونسمع 18 صفقة جديدة ومدرين فنيين بخبرات مختلفة ليه ده برضو مش قادر يوصلنا للمطعة الحقيقية والمختلفة للدوري المصري يعني شايف ان طموحات اللعابة نفسها بتبقى السبب الرئيسي في القصة دي يعني زمان كان الطموح مثلا يروح أهله زمالك بس كان بيبقى عنده فرصة ياخد دوري زي الإسماعيلي مثلا زي المحل المقاولين في التمانينات ده كان بيبقى موجود عند اللعابة ناسبت نفسي فيه أهله زمالك قال كان أنا برضو موجود عشان كده كان بيعمل كده وكان يفوزه حتى في أفريقيا يعني ما كان يشو حتى بيفوزه بالدوري كان يفوزه ببرطولات أفريقيا يمكن حتى الإسماعيلي وصل نهائي مرتين 2000 و2002 أخسرهم بس في النهاية لا وصل يعني المقاولين كان كسب في التمانينات لكن في العصر الحديث اللي احنا فيه ما بقاش دوقتي الطموح بس أهله زمالك لأن الفلوس كترت بقت موجودة في أندية تانية برامدز وزيد حتى الرقم بالاحتراف زيد بعد كل النادز بالضبط فبقى عام حاجة عنده الاحتراف أو يعني مش مهم قوي يعني مش مهم النادي قال مهم أنه إيه يعني خلاص هو احترف وخد فلوس كويس مثلا في نادي كويس ممكن بعد كده يروح أهله أو زمالك خلاص ما فيش مشاكل فلوه عشان إيه ياخد بطولة بقى مع الأهل ياخد بطولة مع الزمالك والمنتخب والقصة والجماهرية لكن ما بقاش فيه طموح للفريق نفسه يعني تبصت له الفريق نفسه يعني النموذج الأبرز مثلا برامدز برامدز بقاله كم سنة وبينافز ووصل نهايات ووصل لأربع نهايات أو خمس نهايات أربع وعزلك خسر ده كله لأنه ما عندهش خطة واضحة أصلا للفوز والألقاب هو حشد لعبة كبيرة كتيرة على أعلى مستوى حشد مدرين فنين على أعلى مستوى وخلاص طبعا الاستمرارية مش موجودة تغييرات كتيرة جدا في الأندية يمكن حتى شابش يسكر مثلا فريق الوداد المغرب هو فريق بطل آخر سنتين نهايات أدار أبطال أفريقا كسب واحدة وقصر واحدة ومع ذلك اللي هدو مثلا أو اللي خلاله وصل المستوى السيء في فترة أخيرة حتى مش في أفريقا بس في الدور المغربي تغييرات فنية كتير في الإدارة الفنية يعني أربع أو خمس مدرين فنين تبليمه ده أصلا الفريق الكبير ما بيعملش كده ده اللي حصل مثلا في برامتزة عشان كده تلاقي أنه ده مش موجود السبات مش موجود التمتروض بتدي فرصة كبيرة فيكمل يعني في نموذك بس قبل ما حركت قولت مثلا في الدور الأسباني جيرونا جيرونا إيد السنديك ظهر وقدر ينافس لكن طبعا اصطدم بخبرات عملك كبير اسم ريال مدريد تخلص على الظاهرة ده ما عنديش أنا الكلام ده كله لكن هو قدر بجهاز فني بسبات بعض اللاعبة قدر يمشي فترة كبيرة وكسب قتلوتكم مدريد فريق عتيد وعليد قدر يكسب برشلونة هو يمكن ده اللي عمله الرواق لكنه طبعا خسر قدام ريال مدريد وتراجع قدام ريال مدريد اللاعبة تحس إن المستوى من نفسه بيتأثر طب إيه اللي حصل معهم هما شخصيا أنا بكلبك على صعيد حتى المهارات الفردية تحسها بتتأثر في بعض الأحيان هو اللاعب بيحس نفسه عشان كابا أقولك المشكلة في اللاعب نفسه هو بيحس نفسه أنا خلاص خدت فلوس كتيرة النادي ده مش قد طموحاتي أصلا يعني مش كده الحاجات دي يا جامعة متوفرة في الأهل والزمالك القاعدة الجماهرية كبيرة الإعلانات الشهرة كل حاجة هنا فبالتالي بياخد الفلوس وبعدين بيفكر بقى إيه في الأهل والزمالك أكتر يعني في السنة دي ما فيها أندية فيه لعبة تنقلت من أندية رحت أهل والزمالك هي أصلا كانت بتشارك معها فرقها في أفريقيا اللي هي أصلا خلاص فرقها تحرمت منها وحتى الأهل والزمالك مش هلعبوا معهم أفريقيا لأنهم مسجلين قبل كده فده بيكليهم خلاص هو بتتقتل الهدف مقتول عند اللاعب يعني معدوم شغف الكورة أصلا ما بقاش موجود هو خلاص الظهر وراح أهلك راح زمالك خلاص القصة بعد بالنسبة الوقت الأهل والزمالك بقى برضو عن ذكر المتعة اللي كانت نهوان تتكلم مخلاك عنها قبل من انتع الفصل الأخير ده جزء لا يتجزأ من تحقيق المتعة في أي مباراة الجمهور طبعا بطبيعة الحياة برضو رؤيتك إيه لزيادة العدد؟ كويس يا رب يكمل يعني يعني الجمهور أنا لما كان الدور مصري بكامل العدد كان الدور رقم واحد في أفريقيا يعني يمكن مثلا هنروح قريب منا مثلا الدور التونسي الكورة التونسية هبطة تماما في الفترة الأخيرة منتخبات وأندية الدنيا بصراحة ضاعة تماما أحد أسبابها قلة الجمهور يعني الجمهور مش بالساعة اللي هي بسبب طبعا كان حصلت شوية شغب وشوية مشاكل خلت البطولة التونسية اللي عليها البطولة اللي هو الدوري بصراحة مرخفة تماما لما كان الدور التونسي مثلا فتقريبا في منتصف التسعينات لما كان بينافس وقت من الوقت كان فيه صحب جمهوري رائع وكان بينافس حوالي أربع وخمس فرق للنهائي شوفناه الأربع وخمس فرق دول بينافسوا على بطولة بطولة عربية دوري أبطال وقتها كونفدرالية يعني كانوا بينافسوا كانوا بيصلوا حتى لمراحل مطلع لأن ده كان موجود داما عندنا في مصر ما زال موجود في الأهل يسوم الزمالك بصراحة مش للأسف مش موجود عند اللعب اللعبة كل الأندية أو كتير من الأندية ده وقت أنديت شركات الدور المصري كل الإمكانات متوفرة فلوس اه مش بس هي بتتطور على فكرة جدا بتتطور بس في النهاية